اشتركوا في القناة رياضة الأردنية في خطر أو كرت قدم الأردنية في خطر ثمن شهور تقريبا من السبات الرياضي ما فيه كرت قدم كانت عنه توقفت النشاط الرياضي باتحاد كرت قدم من أجل بما يسمى ترتيب الأوراق أو ترتيب البيت الداخلي لاتحاد كرت قدم لكن للأسف اليوم بعد جهلة واحدة اليوم أمس اجتمع 11 نادي برؤساءهم وأعلنوا قرار يمكنهم قرار جريء قرار تاريخي في عمر أو في تاريخ كرت قدم الأردنية وأعلنوا توقف نشاطهم الكروي لحين تحقيق العديد من المطالب زي ما نشوف المؤتمر الصحفي من خلفي بوجود كل أنديته المحترفين قرار أكيد نحن ما كنا نتمنى أنه يوصل أو توصل الأندي لهذا الحل لكن فيه تعنت فيه كثير من الأمور ما عم بتكون 100% صح بدي أرجع شو أسباب هذا القرار اللي اتخذوا وهناك فيه كثير من الأنديا لها مطالب لتحقيقها فيما لو لم يتم هاي تحقيق المطالب أكيد رح يكون في هناك تأجيل الدوري أو توقف ما بعرف شو الأمور القانونية اللي ممكن يشتغل فيها تحت كرت القدم المطالب تبعتهم مستحقات مالية رانيا نحن نحن نحكي عن أنديا في أنديا لها سنتين ما أخذت مستحقاتها بطل الدوري بطل كأس الفيصل ما أخذ مستحقاته فيه الريع تبع الجماهيري برضو ما تم صرف للأنديا فوق كل هذا الإشيء رانيا الجوائز التحفيزية للمبريات أو للبطولات بطولة الدوري من 120 ألف بدل ما يزيد الحافز المادي للأنديا عشان يكون الحافز أكبر الأندية لا عينها صراحة وفي عليها خطأ صراحة حكي عن موضوع الأندية بس احنا نحن نحكي أنه الأندية بدل ما يأخذ بطل الدوري 120 ألف تم تقليل سلو نصف لستين ألف دينار نفس الشيء بالنسبة لبطل الكأس للنص وبنفس الوقت اتفاجأ رانيا أنه يعني في عنا رواتب خيالية بالاتحاد في عنا رواتب الموظفين الاتحاد في عنا رواتب للمدربين للجهاز الفني للمنتخبات الوطنية مدربين ما نسمع عنهم إلا بالأردن بأخذ بـ 50 و 60 و 40 ألف جهاز الفني للمنتخب الوطني بكله يعني جهاز معاون لفيتال بأخذ تقريباً اللي ما سر بأنه 40 إلى 50 ألف في الشهر معا مساعد بلجيكي معا معالج بدني كمان للمنتخب الوطني برواتب خيالية ورواتب بتخوف المنتخبات الثانية نفس الإشي المنتخبات النسوية كلها مدربين من الخارج وبرواتب خيالية وبنفس الوقت أنت الأندية بتطالب أنه لا بدنا نعمل تقشف بدنا نعمل أنه لا نقلل من المستحقات تبعتكو والأندية كمان في عندها مشكلة أنه هي هي التعقدات اللي اللي عم تعملها مع لعبتها بمبال خيالية كمان يعني الأندية كمان ما عندها دراسة حقيقية أنه أنا نادي مثلا عندي إيرادي واحدين ثلاثة أنه أشتغل وعلى هذا الإراد وبنفس الوقت ما تقدر تلومهم من أنه الجماهية تبعتهم ما عم ترحمهم يعني أندية زي الفيسل واللحدات والرمثة نحن 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 هذه الأندية الثلاثة تقريبا بحسب مصرح الثنين مليون قيمة تعاقداتهم بين جهاز فني ولاعبين وإدارة تحكي ليش هذا المبلغ بقول لك أنا جمهوري ما برحمني يعني أنا تواصلت مع كثير من الأندية وأنا تواصل مع إدارات الأندية بحكي لك الجمهور ما برحمني أنا إذا ما أجبت بطولات وما أجبت لعبين على سوية عالية وما أجبت تعقدات يعني ممكن أن أحقق فيها لقب الدوري الجمهور نفسه ما برحمني فهي بين يعني مشكلة حقيقية اليوم الأندي الأردنية بتوجهها تحت كوت القدم اليوم مش عارف شو الحل اللي ممكن يلاقي لسه توعم بحكي عن حلول شفنا تصريحات يوم أمس لأتحت كوت القدم لسه حلول بداية لا إن شاء الله راح يكون في حوار حوار إيش انت اليوم شو ممكانك تقدم ما فيه سبونسر اليوم يقال أنه خلال الـ 24 ساعة المقبلة راح يكون فيه راعي جديد للاتحاد كوت القدم لكن انت بالثمن شهور أش كنت تحمل يعني هي ثمن شهور لانت وقف فيها كوت القدم قلت أنا بدأ رضت بالبيت الداخلي وما عبر شوف فيه اليوم إشي على الأرض الواقع يناسب الأندية أو يناسب أو يخدم كوت القدم الأردنية ما بعرف لوين ممكن نوصل بعد هذا القرار أكيد القرار مسهل بس قرار أنا كان أنا بقرار حديث مع بعض مرؤساء الأندية بيحكي القرار أخذناه يعني بعد مشاورات كبيرة وكان هذا يعني الحل الأخير إنه حتى يكون إنه كلمة واحدة الطاولة الكرة اليوم بملعب إتحاد الكرة مبسر إيش ممكن يتصرف إيش ممكن يسير الأندية نحن مباريات بعد بكرة رانيا يعني يوم الثلاثة يعني يعود دوري المحترفين في جولته الثانية والفئات اليوم فيه مباريات المفروض لأندي حتى بالفئات مش بس بالدوري بكل الفئات يعني الناشئين والشباب وحتى الصغار يعني توقف هذا شلل كامل يعني كأنواحد ناقصوا كانوا كرة الأردنية ناقصها من جديد إنه سير حينها مشاكل بأعتقد أن اليوم الاتحاد بموقف صعب بموقف حرج لازم الكل يتكاتف حتى نوصل لحل أنا كحسام أكيد مش مع التوقف أو مع تعليق المشاركة لكن بنفس الوقت مع حق الأندية أنها تأخذ حقوقها الأندية المصاريفة تأخذ كثير كبيرة وما عم بتغطي هاي المصاريف كل نادي عليه مكسور مبالغ كثير كبيرة هاي بنحكي عن الأندية الكبيرة حتى الأندية اللي عم بتنافس بوسط الترتيب انبساطنا السبوع الماضي كان في دوري كان في جولة جميلة فيها أهداف لكن فيها أخطاء تكتفية أخطاء تحكمية لكن أشي اللي ممكن يصير بدنا نستنى لأيام الجاي إن شاء الله أنها توصل يوصل كل الأطراف لحل يكون يفيد كل الأطراف سواء الأندية أو الاتحاد أو حتى الجماهير اللي متعطشة ونفسها يعني هي صار تكون تقدم بالأردن المتنفس الوحيد والأخير لشبابنا شوف شو ممكن يصير وإن شاء الله ستكون السحابة تصغيف معنا لا أعتقد أنها سحابة لا بالعكس هي غيمة وغيمة كثير كبيرة اليوم أطلوب أنه الكل يتكتف حتى نطلع بحل يرضي جميع الأطراف فسام كل الأندية نحن نحن نحكي عن 11 نادي باستثناء نادي الرمثة هنا نادي الرمثة يوم أمسك أنه تصريح خاص لرؤية أكد أنه ما علق مشاركته أو لن يعلق بهذا القرار سألناهم ليش حكوا نحن كنادي رمثة زينة زي كل الأندية لدينا مطالبات مالية لكن باعتقدوا أن هذا الوقت مش مناسب لأنه يتم تعليق المشاركة فمطلوب منهم بس هو حكي نحن مع الجماعة ومع القرار اللي ممكن يخذوا الأندية لكن مش بهاي الطريقة طبعا كل نادي له وجهة نظر ونحترمها أكيد نادي الرمثة هو نادي الرمثة الوحيد 11 نادي كلهم الحقبة سحاب صلت فيصل وحدات أهلي كل الأندية حسين الإربد كانت تكونها على قلب واحد أنه نوجه رسالة شديدة له جدام الأندية كان لها ممكن نكون فيها مشاكسات لكن أنا أول مرة أشوف الأندية الأردنية بتكون بهذا النفس نفس واحد والله يجيبين فيه خير يا رب إن شاء الله هلأ بدك تحكي لنا أيضا عن الأردنيين الذين شاركوا بأولمبياد المصارعون 100% دعنا نحكي لك شيء فرايحي نعم فرايحي نحن صراحا لازم نبارك نبارك للإتحاد الملاكبة للنجوم الملاكبة لللجنة الأولمبية بداية بنجاحا بالإستضافة الإستضافة كان عليها كثير مشاكل وكان عليها كثير خوف وفيه لازم أحكي نقطة كثير مبارح وصلنا رسائل كيف الأردن تستضيف من هذه البطولة أو كان فيه كثير من ناس منادي بسبب فيروس كورونا بس أنا في أول يوم إلي كان إلي حديث حتى مباشر في إحدى مواجز رؤية الإخبارية كان إلي حديث مع ودير الإعلام والاتصال في هاي البطولة أكد إنه كل هعب قبل ما يصل على الأردن كان إليه ريبورت خاص طبي من البلد هو فيها بس يوصل في الفحس ثاني وفحس ثالث يعني للأمانة ما بدأ أدافع عن اللجنة الأولمبية أو اللجنة المنظمة للبطولة بس يعني اللي حكيه قال لي أنا عندي أولاد وبخاف حالي قبل ما أحكي عن كل شيء فمن ناحية الكورونا هم أخذوا كل الإجراءات الصحية المناسبة وما في أي شبهة بأي لعب إنه في معاك كورونا هذا من هذا الناحية عشان إحنا ما بدنا عشان لازم يعني نحسب موضوع كورونا لا ما في أي إصابات وكل اللعيب عم تفحص بدنا نحكي عن الإنجاز التاريخي ما شاء الله علي هاي عدية الهنداوي ثلاث لعيبة تأهله بنفس اليوم اللي هو أول أمس حسين وزياد عشيش هم أخوان ودموحهم هيك يعني كانت حركة كل مشاعر الأردنيين أول مبارح ومبارح نفس الأشياء وخمس لعيبة أردنيين اليوم مصلوا بأولمبياد طوكيو 2020 هذا الإنجاز ما إيجا من فراغ رانيا ما إيجا من باب الصدفة حتى سمو الأمير فيصل كان متابع وأثر أن يكون موجود بإصالة الأمير حمزة لكن حكيت لك هذا الأمور هذا الإنجاز ما إيجا فقط من باب الصدفة في عمل كبير اللجنة أولمبية بمركز الإعداد الأولمبي اللي تم إنشاؤه من سنتين هذا المركز عم بخلي اللعيبة تكون بأحسن طريقة تدرى فيها رانيا ليس فقط تدريب طبيعي لا، لهم جو خاص لهم أكل معين لهم نظام غذائي نظام تدريبي نظام بيئة خصبة لعيبة عندنا تدرب بشكل أكثر من رائع فهذا الأشي يطبق على إنجازات التاكواندو إنجازات الملاكمة وباعتقادي أن هذا الأشي محتاج أن نوقف على التخطيط السليم الألعاب الفردية في أردن يحسب إليه ليس بسهولة نحن نتحدث عن لاعبين يكونوا بهذا الإنجاز خمس لاعبين في دفعة واحد يتأهلوا للأرمبيات للمرة الأولى ولحظت أن أقوم بعمل مقابلات لهم بعد التأهل هم ليس مبسطين بس بالتأهل يتحدث عن شيء مستقبلي يتحدث أننا مطالبين بتحقيق ميدالية تاريخية للأردن في الملاكمة فحبيت الإصرار حبيت الروح الموجودة فيها اللعبة حبيت كمان بالحلبة تحذريهم لايف تشوفوا اللاكمات رجعونا لمحمد علي كلاي تقدموا فيهوا لعب بعد حسين الشيش الدم نازل من وجه فكبسوهم تكبس فنحكي عن جد ألف مبروك لرياضة الأردنية هذا الإنجاز ألف مبروك لللجلة اللومبية وإن شاء الله نكون فيه إنجاز أكبر زي ما أحمد أبو غوش حقق أول ميدالية بتاريخ الأردن في التاكواندو نحقق كمان ميدالية في رياضة الملاكب لأنه والله بستاهل الشباب ألف ألف مبروك للرياضة الأردنية هذا الإنتاج هذا الإنجاز وأيضا طبعا الف مبروك للعيبة دائما هدول الانتصارات الصغيرة بتخليك دائما تفرح لأنه ممكن نرجع نحط الأردن على الخريطة العالمية هل بدك تحكي لنا عن الجولة الأولى من دور المحترفين؟ الجولة الأولى بشكل سريع إحنا كنا حابين نحكي عنها أكثر بس معد التوقف اللي صار أبصر الأمور أشو بيكون بس سريعا كان فيه فيه يعني قمم الوحدات والأهلي اللي حقق فوز كبير بخمس أهداف دون رد وصل فيه للصدارة الرمثة والفيصل اللي انتهت بالتعادل بدون أهداف كان فيه غزارة تهديفية بهذه الجولة كان فيه كثير من الأهداف اللي تم تسجيلها في هذه الجولة لكن فيه أخطاء التحكمية كانت بارزة بقوة كان فيه كثير من الأخطاء التحكمية حتى بالمناسبة الجزيرة أول نادع أعلنت عنك مشاركته قبل موضوع عمس بسبب الأخطاء التحكمية فالأمور مش مباشرة بالخير صراحة إذن كانت هذه هي آخر أخبار رياضة مع زميلنا حسام نصاري اللي بيكون موجود معنا كل أسبوع لحتى يحكي لنا شو آخر التطورات منشوفه الأسبوع الجاي بأخبار جديدة وتطورات على الساحة الرياضية المحلية وأيضا العربية والعالمية هل منطلع فاصم نرجع منكمل باقي فقرات دنيا ترجمة نانسي قنقر